اعطيني الفنتر. اعطيني الموضوع لها جاي. يا اخويا حاجة تفرح. الله حاجة تفرح. تفرح ما فيهاش نقاش. وين هنروحوا. الروحوا لها من باتنا الروحوا لسعيدة. سعيدتنا ونحط القضية عمالة على المشتلة. عاطيني المشتلة وجدنا عليها. نوي بفيانها ربي. ايه. ما بعيد وصلنا هذا الميساج للرئيس. احنا امال الله غالب طبنا ما قاينا بها ما ناكله قاينا ما دلول هذا. واه. سيد النوي. احنا رانا في 15 شهر ما خلصناش. كل ساعة يجبونا مدير. مين يبغوا يدروه هنا يجبو ذيب. يعاودوا يقلعوا ذيب ويعاودوا يدروا ذيب. كما هكتروا ذيوبة وانحنا قاعدين هكا. ما عليش ما عليش. احنا هذا قضية عمالة مشتلة على الرباحية. تناولناها. وجهنا نداء. ما عدم 15 شهر ما خلصوش. وجهنا نداء على السلوطات المركزية والمحلية. الحقيقة كانت تجاوب. كان اتصال مع السيد مدير الجهوي. اللي راهها مديري الجهوي طاعة وهران طاعة. هي تبع القيطة على الفداحة. وحكينا معاه. يعطيه الصحة برك الله فيه. السيد المدير. قال لك اودي انا نصرحكم. قال لي ينوي. قال لي المشتلة من المفروض انك تجيب عظمة تاع زيتون ولا عظمة تاع سجرة تقرسها. بعد شهور تولي سجرة تبيحها بستين الف. قال لي انا قلت للعمال اتصرفوا اخدموا انشطوا وبيعوا وخلصوا. لاش تدخلوا الملاير. قلت لك كوش معلها? قال لي صراحة انا نقولها. انا انا ضامنت مع العمال ولكن اجماعة على حساب وش قال السيد المدير الجهوي. المشتلة راهي ملككم. يعني نفذوا وقلفتوا على ذرعتكم. وخدموا وبيعوا وصرفوا. لانه المشتلة هذه تخضع للربح والخسارة. ومدى بها هي اللي تخلق الثروة. يعني حاجة بسيطة هي فكرة بسيطة. احنا لانا تقريبا قاعد نفهموا بفلعة فاللاعين. كي تجيب عظمة اعزيتون تغرسها. بعد وقت تولي سجرة. ورانا مقبيلين على مشروع كبير تع السيدة الاخضر. والجزيرة يمحتاجها ملايين. الشجيرات. المدير قال لي ماذا بينا نخدمه ونبيعه. المهم. احنا وصلنا رسالة. وسمعنا مع السيد المدير اللي حتى السيد ولي وليت سعيد السي بودوح. اعطاني الدكرارات السي بودوح. وفي الحق عمل مشتلة ترباحية قضية داخلية خاصة بالمؤسسة تعلير جيار. اه مؤسسة اه للأسف تعيش اه اه وضع هيكلي صعب يستدعي اه تدخل اه الوصاية ممثلة في قطاع المعني ونحن نرافق هؤلاء العمال من خلال اصال انشغالتهم. وسنسع جاهد ان شاء الله لحال حالة الامر. بما توفرهم امكانيات وفيطار ما اخوي لنا من الصلاحيات. لكن المؤكد اننا ما نخليهم مش واحدة ما شاء الله. ان شاء الله والا. هذا السيد الوالي وليت سعيدة اللي معروف سي بودوح لنحييوه. يعني بما انه المشتلة جاية في الرباحية في وليت سعيدة. اه وهدر قال لك انا يا نحاولوا كيفاش نساعدهم قدر المستطاع. ولكن القضية ماش في يدنا يعني ماش تحت سلطة الوالي لانه المشتلة هذو تابعين القطاع الفلاحة. وكينا مديرية جيهوية اللي واقع الله ويعلمنا ما خفشنا غلط فيها سبعتاش المشتلة على مستوى الجيهوي. ربي يجيب الخير ان شاء الله وتحية للسيد المدير الجيهوي. تحية للسيد بودوح وربي معك ان شاء الله. واطلق حمزة.